موسم آخر من سياسة سلطة حماية الطبيعة المانعة لقطف النباتات عامة والعكوب خاصة فطارة تسمح بقطف كمية محدودة وطارة تمنعها على الرغم من أن المعطيات الرسمية والرواية الفلاحية تشير إلى أن القطف يساهم في تكاثر هذه النباتات هو أكل أورجاني هالطبيعة من الأرض الله حل لهم وهي أرض إنا أحنا ننقل منها كل الأرض في الستيليه إنا ما فيش شيء اسم إسرائيل هول هاي إنا هاي وأنا حر بأرضي بدأ قطف البديعة أنا طول ما أنا شيء مغادس من ناحية أمنية أو من ناحية اجتماعية شو لك عندي كل شيء بتقص بالأرض برجع طبيعي بس خلص هذا نوع من الحصار علينا قرار سلطة حماية الطبيعة الذي يعتبره سكان سهل البطوف جزءا من السياسة العامة بدأ منذ عقد ونصف فهو شكل آخر من أشكال الصراع القائم بالنسبة لهم في ظل تفاقم أزمة سهل البطوف الذي تغمره المياه والمشاريع القطرية المستولية على المساحات الزراعية ما يجعل الفلاحين بين مطرقة المؤسسة وسندان زوال مهنتهم رئيل شارون لما كان وزير الزراعة وسند قانون بمنع قطف نبتة العكوب ووضع قائمي في النباتات المحمية ولكن يعني في بحث بسيط في مقال بط في هذا الموضوع نجد أنه تم تقديم أكثر من ستين لأحد اتهام فيما يخص قطف النباتات المحمية ما يقار بالأربعين للزعتر والعشرين للعكوب والمرمية ولكن من ناحية أخرى كل هذه الأمور تم تفعيلها وهذه القوانين تم تفعيلها ضد المواطنين العرب العائلات اليهودية تخرج إلى الربيع أيام متواصلة تقطف العديد من الزهور المحمية ولم يتم تقديم أي لأحد اتهام قرار المنع في كل عام يعود على ذاته فمركز عدالة القانوني المتابع للقضية يقدم التماسا وينجح في كسبه ما يجعل المشهد على شكل مد وجزر كباقي القضايا العالقة